أعزائي المشاهدين المتبعون قناة البعض عني في كل مكان وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الفيديو ده أثناء تصوير البث المباشر بتاع الشيخ محمد دلوقتي المناظرة فشلة من الأول البداية ليه بقى؟ عنوان المناظرة أصلاً المفروض تبقى مناظرة في الضحك في التوحيد خالص يعني يعني علاء بسكليتة أنا مش عارف يعني معرفش يا ريتي سامحة الشيخ محمد إزاي يعني ناظر واحد رفضي يعني هو إزاي يعني تعالي بدأ الموضوع من الأول أو تنظره في دينه يعني هو بينظرك في دينك طب هو أصلاً ما بيقومنش في دينك أصلاً خالص خليه مثلاً ملحد هم مش هيفرقوا في الكفر يعني من الاتنين ليه؟ الشيعب تؤمن بتحريف القرآن فالكفر عندهم واحد فأنت لما بيسألك الملحد على حاجة بتبدأ تثبتهله في دينك عجبك عجبك مش عجبك انت حر طالما في القرآن والسنة ما يجي واحد ملحد ينكر وجود ربنا زي علي المهدوي ما أنكر صفات اليد لله بتاتاً اللي هو خالص سأله سؤال في الأول وقال له هل موجودة في القرآن؟ الشيخ محمد رد عليه في المسألة دي في المسألة التانية بتاعت اليد بقى لا ما أمانش بالقرآن أصلاً انت ازاي تقول ان ربنا له يد مالوش دعا بقى انت بتجسم انت ازاي تقولها أصلاً فانت تعال نبدأ من الأول موضوع التوحيد توحيد عند الشيع لما يكون خمسمائة آية نزلت في أمير المؤمنين مش موجودة في القرآن أصلاً يعني هم بس هم ايه؟ يعني هي الأية نزلت لأمير المؤمنين هو ما ربنا ما قالش لكن احنا بنقول كده نحن بنقول كده هم الكتاب والاكو نحن بنقول ان في خمسمائة آية نزلت لأمير المؤمنين ماليش دعوة حسنا لازم نزلتها ليه؟ طيب قبل الموضوع ده المسلمين بيؤمنوا بايه؟ يعني هو ايه أعظم شيء في الإسلام؟ ايه هي المعجزة الظاهرة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحده النهاردة؟ وربنا بيتحدى بها العالم القرآن الكريم ربنا بيتحدى العالم أي مخلوق انه يجيب زيه بعدين قالك عشر صور طب آية واحدة شو تعرف؟ طب لما يكون التوحيد عند الشيعة أصلاً مش موجود لا لا مفيش قرآن مفيش سنة عندي كلام أئمة يبقى عندك أول حاجة كلام الأئمة أهم من القرآن الكريم القرآن الكريم فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباء يعتقد الشيعي أن القرآن محرف أنا مش هكمل المناظرة أما يخلصوا هبقى أتفرج هاتحك براحتي بعدها يعني أنا 25 دقيقة ضحك أعلاء بسكليلت تماسك وقتي 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 ادوني وقت امطيني وقت حطوه في الطين ادوني وقت ادوني وقت ادوني وقت ادوني وقت ادوني وقت ضحك ايه اللي بيعمله الشيعي أصلاً؟ في التعليقات في المناظرات في لقاءات في أي حتة يرمي شبهات زي الملحد بالضبط ساعة الملحد بقى بتدينه الكاميرا كده تكلم عن الإسلام شبهات فلانة وفلانة 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 عمل وخله وسو الصحابة الفلاني والفلاني الفلاني 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 طب لما أنت تاخد وقت ثلاث دقايق ثلاث دقايق بس والرجل اللي بيرد ثلاث دقايق بس فأنت تقول له في دينك بيقول كذا ودينك بيقول كذا ودينك بيقول كذا ودينك بيقول كل الكلام اللي انت بتقوله ده مهري ردود يا رجل يا مهري طب تخيل لما ترميل انت عشر شبهات وعايزني في ثلاث دايق ارد عليهم طب انا ردت على مسألة واحدة هتيجي انت بعد كده تقول لي ما ردش على الباقي طب الناس اللي بتتفرج يعني المناظرة ما شاء الله في اكتر من خمسة وعشرين الف شخص بيشوفوا المناظرة فيهم العامي اللي زاحلاتي وفيهم اللي فاهم وواعي وفيهم اللي داخل يضحك على العلاق وفيه منهم الشيعة اللي متخادل ان العلاق هو عمل مش عارف ايه هو عمل ايه هو عمل ايه رمى شبهات يجي واحد بقى يقول لك ربنا مش موجود اثبت ان النبي مش عارف كان ماله واثبت ان الرسول مش عارف ايه ده ما فيش رسول اصلا يا دي شبه الملحدين فلما يجي واحد لا يؤمن بقرآن ولا بسنة نبوية وتكلمني في التوحيد اللي ما عندكش اصلا انت بتؤمن ب12 اله في كتبك عند الشيعة ليه؟ مش هجيب لك الشيعة بيقوله لا علاء المهدوة بيقول علي خالق علي رازق علي اللوح علي العرش علي حر العين واحد بيعتقد ان صفات ربنا في علي ابن أبي طالب وفي الاخر يقول لك ايه؟ الاله عندكم طب اذا كان علاء بسكليتة لا يؤمن بالاله اللي عند المسلمين يبقى ازاي نظره في التوحيد وفي صفات ربنا يعني اننا عايز اعرف يعني طب ننظر في صفات الا ام عندك في صدق الا ام عندك يا سيدي حلو ننظر انا بقول لك هوا ننظر في إثبات روايات الا ام اصدق ام القرآن الكريم ده مش القرآن طبعا ده كتاب لإثبات تحريف القرآن عند الشيعة كل ده للتبروصي عايزين بقى يعني ننظره في دينه هو ننظر الشيعي او الرافضي في دينه انما مش في التوحيد التوحيد هو ما لا يؤمن بالتوحيد اصلا هو ما عندهش توحيد ده عنده اثناشر امام وبعدهم ربنا حشا لله لأ بل الاثناشر امام في بعض الصفات افضل من ربنا ليه بيعملوا كل حاجة كل حاجة فانا ازاي انظره فحاجة هو لا يؤمن بها اصلا فانا الموضوع صراحة مش راكب معي هو للضحك بس العايز يضحك يضحك بس للضحك فقط ساب صفة اليد ونقل في صفة القدمه بتاعه معلومة وغير معلومة ده يعني المناظرة دي كانت عايزة تكون مع واحد اشعاري الاشعاري عنده توحيد لكن في بعض الخلاف في بعض مسائل الصفات فدي تكون مفروض ده يكون اشعاري مش واحد اه بسكليتة انا والله العظيم يعني ما مش عارف اه عايز يعرف ازاي الصحابة اثبتوا الصفة ونفوا الكيف يعني هو لما تقول لربنا يده اللفة وقا ايديهم ربنا اثبت لنفسه اليد طب ما تجيش تقول لي ايه طب شكلها ايه لا شكلها دي ما نعرفش انما ده 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 غلط نا ما مش عارف يعني طب نظره في القرآن اهو ساب بتاع ساب صفة اليد وانتقل للقدم وبعد كده المكان اين الله انا عايز اعرف ده مناظرة اشعاري ولا رفوضي يعني ده للضحك احنا نحضر نضحك بس بس كان نفس العنوان يكون مناظرة للضحك في في الاسماء والصفات بين الائمة الاربعة لالتناشر او حداشر في واحد لسه هربان على ما يجي يجي بالكوران اللي مش محرف ايه 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 الدحك ده ده ايه الدحك ده ده هيتعمل فيديوهات بالهبل تحت المناظرة دي للضحك بس على علاء مهدوه على علاء بسكي امطيني وقت امطيني وقت امطولي وقت امطولي وقت يا جماعة امطيني دليل اديني دليل ها قال له عندك مصحف قال له عندي بس هروح يجيبه بقى من الشارع التاني قال له وقتك مالش دعوة مش هديك من وقت خانة انا مش هكملها بعد ما خلص الفيديو ان شاء الله للضحك بس للضحك فعشان ما يجيش حد بعد كده ينظر واحد رفضي اه في ربنا هو لا يؤمن بالله اصلا عنده الامام افضل من ربنا وبالدليل انطيك لو عايز يعني اهو بالاثبات والخمسمائة ايه اللي نزلوا في امير المؤمنين في منهم ايات نزلت في الله لا دي في امير المؤمنين يخلقوا ما يشاء امير المؤمنين ده دين الشيعة دين الروافض تنظروا ازاي في التوحيد مش عارف انا انا مستفاجئ انا مستفاجئ انا مستفاجئ انا كنت مثلا كنت اتمنى تكونوا المناظرة في صفات الائمة الفرق بين صفات الائمة والصفات ربنا دي كانت هتبقى كده يعني هاتل صفة واحدة في الله مش موجودة في الائمة مستحيل تلاقي مستحيل بيعمل كل حاجة كل حاجة من خلق وارادة وفعل وسماء كل اللي تتخيلوا ان ربنا بيعملوا هم بيعملوه يرزق يحي يميت كل يشفي كل حاجة علم الغيب حتى هم موجودين كل حاجة مايتو مايتوش لا هي دي المناظرة لا ويطلع يقول لك ربك في كذا وربك صفة كذا وربك صفة كذا وربك صفة كذا يعني انا انا بعد ما اخلص ان شاء الله هحاول اكتب لكم على جنب هنا في المونتاج ان شاء الله هبقى انشروا الفيديو بعد هم ما يخلصوا عدد الشبهات اللي رماها علاء المهدول لا تقل لحد دلوقتي ده انا بس سماعت عشرين دقيقة حوالي تسعتاشر او تمنتاشر شبهة ورا بعض فالشيخ محمد يرد على شبهة واحدة او التانية ووقت ووقت ايه انطيني وقت انطيني انطيني وقت فطبعا الناس اللي موجودة هتظن ان ايه انت براج انت مرضيتش غير على الحاجة واحدة هل موجودة في القرآن ولا مش موجودة طب ماشي انا هقول لك المعنى والكيف وبتالي لا انا عايز في القرآن فلما يسأله على السؤال اللي بعده ما تقوليش انه في القرآن لا 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 ماليش دعوه ازاي استنكاري بقى ماليش دعوه بالقرآن حتى لو موجودة في القرآن صفة اليد حتى لو موجودة في القرآن لقى دقيق نشغل العقل بقى نقدم العقل على النقل فشلة فشلة بمعنى الكلمة للدحك بس كوميديا دي اسمها ابو نظرة كوميديا بين علاء بسكليتة ومحمد بن شمس الدين ده شيعي ده رفضي ده تنظره في دينه ده تنظره في دينه شيعي ينظر في التوحيد يعني انا مش عارف انا هيجيدي ايررر في دماغي ازاي انا مش عارف علاء المهدوي جاله قلب ازاي يقولها بس هو صراحة يعني صراحة يعني الحق يتقال اسطورة رمي شبهات التلات دقايق اللي بياخدهم شبهات شبهات واظن ان شاء الله هيخش في عرض النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد السيدة عائشة قال لها وطبع المشوى السيدة عائشة بتعمل وفتخل وتسوي كل الشبهات بقولك كده مهرية رد لكن مش هيق مفيش وقت يوم تطول المناظرة بساعة ساعتين تلاتة في شبهة واحدة بس كده تحتاج ساعة عشان ترد عليها بالتفصيل يا عام نص ساعة بالتفصيل انا راجل علامة انا راجل مفيش زي ربع ساعة لما تكون مناظرة مثلا في التوحيد مناظرة في التوحيد لما يكون سؤال في التوحيد هيحتاج تفصيل على اقل تلاتة اربعة خمس دقايق سؤال واحد لا ده جاب لحوالة 14 صفة انكرهم وعايز نرد ظلم كلهم مرة واحدة وهل موجودة في القرآن ولا لا انطيني وقت دا اي دا انا على دماغي هتلف هتلف للضحك بس طب انا راح اسمع لما يتسهل سؤال وتزنق يقولوا دا اعلقتوا بالتوحيد ايه السؤال دا احنا نظرتنا بالتوحيد معلش 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 يا خليه سؤال في الفقه معلش يعني عايز الاجاب بس التعليقات كلها دحك دحك بس ليه دي مناظرة رمي شبهات هو شاطر بس هم الشيعة كده يا جماعة الشيعة كده دينهم ارمي شبهات يجي في التعليقات وادلي برضو في التعليقات دا تحت كده شبهات دينك في كزا وفي كزا وفي كزا وفي كزا وفي كزا بس دا عشان تعمل فيديو ترد على مسألة واحدة بس زي ده كده 12-13-14 دقيقة طب والباقي لما تيجي ترد على الـ 15-20 شبهة عايز أسبوع هبير بشبهات فدي مناظرة رامية شبهات بس أو تشكيك الشيعة في التوحيد بتاع أهل السنة ليه؟ هم ما عندهمش توحيد أصلا يعني الشيعي أصلا بيؤمن بـ 12 إله ده غير ربنا لن كان بيؤمن بي أصلا لأنه بقولك إله أهل السنة ولا يؤمن بيه وعنده الآلهة 12 إمام هم دول اللي عمعهم الدين كله كلامهم أصدقوا من ربنا ليه؟ كلامهم مش محرف لكن كلام ربنا محرف الإمام المعصوم قدر يحافظ على كلامه وما قدرش يحافظ على القرآن اللي بعد الإمام قدروا يحافظوا على كلام الأئمة وما قدرش يحافظوا على القرآن مش ده القرآن ده كلام مناظرة فشلة للضحك بس للضحك بس أنا تعبت وكنت عمي بس مباشر من شوية وقفلت عشان أشاهد المناظرة فأنا هراح أتحك يا جماعة على علاقة السلام عليكم